هادي اهداف المهزوم هادي يعني لا شك انها اهداف المحاصر والمهزوم جيش بكل قوته ودعاء العالم بانه الجيش الذي لا يقهر ايش بقصفه؟ تقصف مباني؟ مخابز؟ مشافي؟ مراكز ايواء فيها نساء واطفال نايمين انا مشايفينك والاعلام بصور لك ايها اللايف مين هم اللي نايمين بساحات المستشفى ان هدمت بيوتهم نايمين بساحات المستشفى تحول المستشفى لمركز ايواء ومرضى قاعدين بتعالجوا جرحة كل يوم عندك ذريعة وكل يوم عندك اكاديب بترويجها للعالم كيف بدأ اصنفه اهداف حرب؟ هادي ليست اهداف حرب هادي جرائم ضد الانسانية هادي حرب تطهير عرقي انت بدك تخلي غزة حاولت بكل قوتك وثقلك ودعايتك الانتخابية وكل اعلامك المزور ترشد الناس انه اهربوا من غزة وراحوا اقعدوا في جنوب غزة تطلحهم بكرة بدك تخلي غزة ما تمكنت انت صرت تقصف في بيوتهم مبنى ناس امنين وهم نايمين تيجيهم القذيفة كل يوم كل مبنى تلاتين شهيد واربعين شهيد وخمسين شهيد داخل انت مدخل بين الصحفيين جواسيس ينقلوا لك الصورة ونقلوا لك الصورة لك تغطي الشمس بغربال ما بتتغطي الشمس بغربال انت بتقتل ابرياء بتقتل اطفال وبتقتل نساء هادي ليست اهداف حرب وعلى محكمة العدل ان تتدخل فورا على المجتمع الدولي ان يتدخل فورا هادي حرب تطهير عرقي ويجب وقفها باسرع وقت ممكن اي جيش هدا جيش هدا الجبان كلنا بنذكر لما كان يدخل على قبر يوسف الجبات المصفحة والمصفحات والتسليح والطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة مشان تحمي عشرين واحد يدخلوا على قبر يوسف يتصورون هين دخلنا وكانوا من بداية دخولهم الى خروجهم يواجهوا مقاومة شارسة جدا من شباب نابلس اي جيش هدا انت بتقتلوا في مين كاعدين بتقتلوا في مدنيين هذا اللي شارس لاح في نابلس وبجنين بيعلم الله شو باعه شو اشتغل مشان يجيب ثمن اسلاحه ورصاصه حاط الرصاص اللي معه جيشكم الجبان اللي خانكم وباعهم الرصاص هذا انتوا كيان زائل ما لك وجود ما لك رقم ما لك حضو ما لك فراغ ولا في وسيلة قياس قيسك فيها في يوم من الايام رح تنتهي ورح تروع على بلادك اذا ما روحت في صندوق هذه فلسطين والامة العربية اذا ما غفلتوا انتبه كل شوارع الدول العربية شوارع عمان شوارع ليبيا شوارع تونس شوارع المغرب شوارع الكويت شوارع الجزائر ما بدي اعد الجميع مشان ما انسى حدا شوف الشارع العربي بديش احكي الشارع العالمي ما حد رح يسمح لك بفلسطين ولا رح تنفرد بالشعب الفلسطيني بجزء من الشعب الفلسطيني شوف الضفة الغربية مخيم نور شمس كيف 13 واحد منكم بروحوا من العاب العاب صولكم اياها شو يعني مراجل جيت اقتلت 13 فلسطيني بمخيم نور شمس مراجل بتعتدي على جنازة شهيد مبارح بالليل في القدس هدي ليس مراجل ولا قوة جيش ولا اصول جيش ولا قواعد جيش ولا في الادبيات العسكرية تعتبر جيش هدي اهداف جبانة وهدي تطهير عرقي وهدي لن يسكت عليها المجتمع المدني لانه لا يستطيع تحمل فتورتها كل يوم 200 شهيد 8000 شهيد بعشرين يوم العالم كله لا يستطيع تحمل الفتورة وهدي هزيمة تسجل على جيش الاحتلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر